في الواقع لا يزال الملف الأوكراني هو حجر العصرة في العلاقات بين روسيا والغرب لأن أوكرانيا تاريخيا هي بلد منقسم زو ثقافتان مختلفتان كما وصفها المفكر السياسي الأمريكي سامون هانسلينغتون ولذلك هناك دائما صراع على النفوذ في هذه المنطقة وفي هذا البلد الذي تمزقه المواجهة بين الغرب الموالي لأوروبا والشرق الموالي لروسيا فبين الحين والآخر تتجدد هذه الغيوم كما وصفتها أو تحدث صدمات مباشرة أو في أغلب الأحيان تكون غير مباشرة وما يندرج ضمن الحرب الهاجينة الروسية الغربية عبر الأوكرانيا وعلى ذكرك للحروب الهاجينة هناك اتهامات أوكرانية سيد رامي لموسكو بأنها هاجمت أكثر من سبعين موقع حكومي إلكتروني لماذا تصر روسيا على تأزيم الموقف أكثر فأكثر هنا لابد من التفرقة ما إذا كان هذا الهجوم صدر من مؤسسات روسية أم من داخل الأراضي الروسية ودعني أفكرك بأنه عندما واجهت روسيا في عام 2016 اتهامات بالتدخل في الانتخابات الأمريكية فالرئيس الروسي الذي مربوتين أنذاك هو نفع أي دلوع للدولة الروسية في ذلك ولكنه لم يستبعد أن ربما هناك هاجرس ومحتركون وطنيون قاموا بذلك فالآن وحتى إن كان هناك مثل هذا الهجوم من داخل الأراضي الروسية فمن المؤكد أنه لم يحدث من أي مؤسسة أو مبنى حكومي ولكن لتتحمل موسكو تبعات ما يقوم به هؤلاء القراصنة سيد رامي من المؤكد أن روسيا تتحمل تبعات غير مباشرة وقد تتمثل في تشديد العقوبات عليها ولكن روسيا مدركة تماما أن أي عقوبات شديدة ليست في مصلحة الغرب فهل مثلا يقدم الغرب على حظر إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا؟ هذا مستحيل والاقتصاد الروسي والميزانية الروسية تعتمد على تصدير موارد الطاقة فهذه العقوبات لم تعد مؤسرة على الدولة الروسية مثل ما كانت في الصادق بعد أن أقامت شراكات مع الصين والهند والدولة العربية وقامت بتنويع علاقاتها الاقتصادية الخارجية قبل زيارتها الموسكو سيد رامي وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من أي عمل عدواني روسي على أوكرانيا ما النتائج المتوقعة من زيارة بيربوك إلى موسكو؟ وهل يمكن أن تنجح فيما فشل فيه الآخرون برأيك؟ من المؤكد أنها ستجدد من موسكو رفضها لأي تدخل روسي مباشر في منطقة دونباس الوقاع شرق أوكرانيا لكن في المقابل الجانب الروسي سيؤكد أنه ليس هناك أي تدخل وأن أي تدريبات أو أي حشود للقوات تجري ضمن الأراضي الروسية وهذا لا يتعرض مع القانون الدولي ولذلك قد تنجح هذه الزيارة في تهديئة الأمور لحد ما ولكنها لن تحل المشكلات العميقة للأزمة الأوكرانية والمتمثلة الآن في تباين رؤى أطراف الأزمة لتسويتها حيث أن هناك اتفاقات مينسك تقتضي بأن يتم منح وضع خاص لمنطقة دونباس ولكن كيف تصر على إتمام ذلك بعد إجراء الانتحابات المحلية تحت إشرافها وهو بند ترفضه جمهوريته لوجانسك ودونيسك الشعبية المعلنتين من طرف واحد ولذلك باتت روسيا والغرب وأوكرانيا في مأزك غير قادرين من الخروج منه منذ سبع سنوات والآن ربما تراهن روسيا على الدور الأمريكي أكثر من الأوروبي بعد أن أثبت إطار نورماندي الذي يضم كل من روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا عدم جدوه في وضع حد للنزاع في أوكرانيا اشتركوا في القناة